حجة ميزان الأدلة The Balance of Evidence Argument تبقى أن تعريف هيوم المعجزة هي حدث غير متصق مع أنماط الطبيعة أو التجارب المتكررة المتصقة اللي البشر بيطلقوا عليها قوانين الطبيعة الأمر اللي بيضع الفرض تحت التجربة في موقف صعب هل يقبل الأدلة النبعة من تجاربه المتكررة المتصقة طوال حياته اللي شكلت قوانين الطبيعة للعالم اللي هو جزء منه ولا يقبل دليل من حدث تم خالف قوانين من قوانين الطبيعة هيوم بيجادل أن باعتبار وزن التجارب السابقة خلال حياتنا واجبنا أننا نحافظ على الاعتقاد في قانون الطبيعة اللي نشأ من تجاربنا المتكررة المستقرة ونرفض الحدث الفردي الخارط للقوانين أو بيخالف اتصاق وتكرارية التجارب دي من الممكن أننا نلخص حجة هيوم كالآتي واحد حجة الفرض على صحة المعجزة بتتكون إما من شهادة تستموني الآخرين أو من خلال تجربته الشخصية اتنين الحدث لا يصبح معجزة إلا إذا كان عند الفرد تجارب متكررة متصقة من خلال حواسه تدل على عكس الحدث أو الظاهرة 3- الأدلة النبعة من التجارب الحسية المتكررة المتصقة دائما أقوى من الأدلة النبعة من كل من شهادات الآخرين أو من تجربة فردية مستقلة 4- وبالتالي الفرد دائما عنده دليل أفضل إن لا توجد معجزة عدثة أفضل من أي دليل آخر على إنها حدثت 5- الشخص العقلاني دائما ما حينسب اعتقاده إلى الدليل 6- إذن الفرد لا يمكن عقلانيا أن يقبل أن أي معجزة قد تكون حدثة الحجة قوية جدا لأن فعلا من غير العقلاني إن الفرد يقبل دليل أضعف من دليل آخر وماذا ليكون شخص عقلاني لكن لو دققنا النظر في الفردية الثالثة في الجدلية هل فعلا من الصحيح إن الأدلة النبعة من التجربة الفردية أو من شهادات الآخرين دائما أضعف من التجارب المتكررة المتصقة في الماضي بعض الفلسفة اعترضوا على الفكرة دي وشافوا إن تكرار نتائج التجربة بشكل متصق في الماضي مش دايما مؤشر لنتيجة التجربة في الحاضر يعني مثلا في كتير من المجتمعات عادة ما بيوجد صراع دائم بين فريقين رياضيين وعادة ما بيكون واحد منهم دايما منتصر لعدد من السنوات المتتابعة على الفريق الثاني زي مثلا الأهل والزمالك في مصر لكن من حين لآخر بيقوم الفريق الثاني بمفاجئة الجمهور وينتصر على الفريق الأول الرغم من خسارته المتتابعة لعدد كبير من السنوات في الماضي تجربة نتائجها مستقرة ومتكررة الفكرة دي بالضبط هي اللي بتحكم القوانين والنظريات العلمية نفسها زي مثلا قانون الجاذبي لأنها نظريات صحيحة ومستقرة على مدى طويل طالما أن نتائجها كانت متكررة ثبتة ومتصقة لكن النظريات دي بتصبح خاطئة بمجرد أن النتائج أصبحت غير متكررة بصورة أخرى الاعتراض هنا على ما هو معيار استقرار إكرار نتائج التجربة هل عدة سنوات؟ هرون؟ آلاف السنين؟ ويبدو أن فكرة أن عدم تكرار التجربة مرة واحدة أمر كافي على الأقل تحت عباقة المدرسة العلمية لإعادة النظر في النظرية العلمية مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر